وكل عام وانتم بخير يا والله بالجميع معاكم الوجيه انا عارف قبل ما تتكلم قبل ما تسترسل في اسئلتك وقبل ما تسترسل في هجائك وغضبك علي يا وجيه انت في اجازة اجاب اهلك حشتني وحشتني يا اخي والله ما عارفتش يسوي من دونكم يا عارف وحشتوني حاولت جلست على المكتب حتى لدرجة اني غيرت موقع الستب رجعته للمكان اللي انا ما ابغاه كده من الطفل على كل حال اجابتين انتم تحتاجوها الان اولا ايش جابك من الاجازة وليش رجعت والله ما في شي صراحة فعلا فعلا محشتني واشتقت اني سوي فيديوهات وهذه ضريبة انك ايش تكون انسان تسوي حاجة انت تحبها فتلاقي نفسك صعب تأخذ اجازة حتى ثاني حاجة ايش رجعك للستب هذا وانت تقول انه ما عجبك لما سويته المرة الماضية ياب صحيح الستب هذا ما هو عاجبني 100% يا جماعتك خير في شي مدري ممكن بعضكم يعرفوا ولكن بعضكم في حينك ما تعرفوا انا عندي اصابة في ظهري والاصابة هذه ما هي شديدة للامانة ولكنها اذا جلست واقف فترة طويلة ربع ساعة 10 دقيقة بتتعب فيديوهاتي مدتها بعد المنتاج 18-17 دقيقة هي في الاصل ترى نص ساعة اكتر من نص ساعة احيانا فمرة تتعبني الفيديوهات لما اصور وانا واقف فانا مضطر احاولت اقلم مع الستب هذا مش لشيء بس علشان ظهري عمري 29 سنة وظاهري يشتكي من هذا الالم ايش عل مصيبة لو صار عملة 40 اش بسوي علشان نسمع كلام الطبيب لازم نجلس جلوس ونصور وانحنا جالسين ونتبع تمارين معينة الين ظهري يتحسن وبعدين ارجع اصور وانا واقف حلو الكلام حلو الكلام كذا جاوبت لكم على اهم اجابتين اما على اهم سؤالين اما بالنسبة لي وش جاب اهلي اليوم وش الفيديو اللي بقدم لكم رعا فيكم تعرفون لعبة المارد الازرق مين ما يعرفها لعبة قديمة قديمة الكل فاتفنن عليها قبل فترة شفت ابو عابد ابو عابد جيمينج نزلها وقاعد يختبر ايش يشوف اليوتيوبر اصحابه وحقين الالعاب هل المارد الجني يقدر يعرفهم ولا لا وبالفعل قدر يطلع بعضهم وبعضهم لا ولكن طالما انه ايش معد بقي على ايد حاجة يرجع للمتابعين كذا بعيدية صغيرة وفيديو جديد تسلم عليهم يسلموا عليك وبالمرة ايش تسوي اللعبة على طريقة الناس السينمائين فرح نسأل هذا المارد الازرق ثلاثة اسئلة لم يعرفش قصة المارد الازرق هذا المارد الازرق هذا اللي يعافيكم يقول لك عليك التفكير بشخصية حقيقية او خيالية وهو رح يحاول يعرف ايش هذه الشخصية اللي انا فكرت فيها بدون ما اقول له عن طريق اسئلة يطرحها علي فبنشوف هل هذا الانسان مخضرم فقط في جوانب معينة ولا مخضرم في كل الجوانب وفاهم رح نسأله عن المخرج الكبير كريستفور نولان بما انه مخرجي المفضل ورح نسأله عن مارلون براندو بما انه واحد من الموثلين اللي احبهم جدا برغم اني ما تابعت هالو اعمال كثيرة احبه كذا سبحان الله كذا في قبول من الله بيني وبين مارلون براندو والسخص الثالث ما رح نقعد نعطيه فلا ونقول له باس هوليوود لا رح ندخلوا الى اليابان الى عالم الانيمي وبالتحديد رح نسأله عن اسياما هل رح يقدر يجيب ذول الثلاثة او لا واذا جابهم بحاول اسأله عن نفسي لانه في ناس اللي انتابعيني في سناب اكتر من واحد جابوني جابوا اسمي خلوه يعرفني كيف مدري بس بنحاول مع اني حاولت احاول اخلي يعرفني بس ما عرفني ثور الازرق هذا فعلى كل حال طولت عليكم في المقدمة خلونا نخش على اللعبة ونبدأ بالشيخ مارلون براندو طيب ايوها الماردو الازرق خلينا نشوفش عندكم ماردو الازرق ولا العبقري ولا اكيناتور ايا كان اسمه يقولك هل الشخصية يوتيوبر مارلون براندو استحي على دمك هل الشخصية عربية لا هل الشخصية حقيقية نعم هل الشخصية ذكر نعم هل الشخصية مرتبطة بكرة القدم لا والله هل الشخصية تعيش في كوريا نوب اه اعطيته نعم مش تعديل الاجابة تعيش في كوريا لا هل الشخصية موصول تركيا لا هل تحترف الشخصية التمثيل قرب قاة الجن الازرق بدأ ايش يخش في الموضوع نعم هل الشخصية اصل على الرأس تماما نوب هل الشخصية من وصول هندية لا هل الشخصية مقاتلة من الممكن هل تستخدم الشخصية الاسلحة النارية في القتال لا يقاتل بخيزران اكيد بس ايش خلينا نقول من الممكن لانه صراحة قتلكم مارلون براندو حبيبي بس ما تبعت له هكتير افلام هل الشخصية شريرة لا هو شرير بس صاحب مبدأ هل كان لش احنا نتكلم عن مارلون براندو ما نتكلم عن شخصياته في الفلام هل الشخصية دور شرطي نو هل الشخصية تحب المخاطرة يس هل الشخصية مكروهة من عائلتها نو هل الشخصية من القراصنة نو هل مثلتك الشخصية دور طالب لا هل الشخصية علاقة بمن تحب لا هل تضع الشخصية قناعا على الوجه انت قاعد تلف الدور عن مين تراك يا جني لازرك قاعد تروح بعيد هل الشخصية مشهورة بسبب لعبة مورتها الكمبات لا هل الشخصية بسبب عضلاتها لا هل تقوم الشخصية بدور البطولة؟ نعم لتضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ لا هل الشخصية تسكن في الأسكندرية؟ انت ثور الله في أرضه 25 سؤال للحين قاعد يبعد قاعد يبعد عطيته نعم يا بو يا مارلوم براندو يا ولد كيف ما تجيب مارلوم براندو؟ لا يو بستمر الشخصية مهتمة بألواع التزلج؟ لا هل الشخصية من سلسل تلفزيوني؟ لا هل العمر الشخصية فوق ال40؟ نعم هل طول الشخصية أكثر من 108 سنتيوانا؟ ايش در أهلي أنا هل عمر الشخصية تجاوز 60؟ نعم هل الشخصية متوفة؟ نعم هل الشخصية من الصين؟ لا هل تدرس الشخصية الصفة اللي تدائي وتدرس؟ لا هل قامت الشخصية بأدوار في أفلام تاريخية؟ نعم هل تنتمي الشخصية لعصابات المافيا؟ نعم ها ها كنة 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 قرب يجيبها هل تترأس الشخصية منظمة ما؟ نعم هل كان للشخصية دور سينمائي كأحد أعضاء المافيا؟ خلاص نعم ماذا هو هذا؟ ايوا دون فيتو كورليوني ما جاب مارلون براندو ركزوا أنه جاب دون فيتو ما جاب مارلون براندو لأني جالس أصف دون فيتو وما أني جالس أصف مارلون براندو وش قاعد أسوي أنا غرض؟ مصح على كل حال جاب لنا نفس الشخص أنا كنت أبغى يطلع مارلون براندو ولكنه طلعنا دون فيتو كورليوني أوكي ما قصر العرب أما اللي بعده يا جماعة خلونا نخش على الشيخ اللي اسمه كريستفور نولن يقول لك هل الشخصية كرتونية؟ لا هل تحترف الشخصية التمثيل؟ لا مسلم الديانة؟ لا حقيقية؟ أي نعم حقيقي جدا متوفي لا أسمي الله عليه ذكر أمليه من عالم السياسة؟ لا والله مرتبط بكرة القدم؟ أبدا مجال مرتبط من مصارعة؟ أبدا تحترف الشخصية الغناء؟ أبدا تمتلك سيارة لا والله عنده سفينة موقفة هل الشخصية مدير شركة؟ نعم عنده شركة خاصة فيه غير أنه عضو كبير في ورنر براثوتس هل الشخصية تعمل في مجال الفضاء؟ لا مع مايكروسوفت؟ لا تكنولوجيا؟ لا أمريكا والله يشوفوا كريستفور نولن ما بين لندن وما بين أمريكا ما بين بريطانيا وما بين أمريكا بس إيش بنحط؟ نعم هل الشخصية أصل على الرأس؟ لا قام يتعصر الأزرق؟ لا هل قررت الشخصية نفسها لحماية مستقل؟ يا أبو يا إيش قاعد تقول لا هل الشخصية عبارة عن شينغا؟ لا وين راح؟ راح عند ديث نوت هاي لا علاقة بعالم السينما نعم تنتمي لشخصيات المافية؟ لا من صلاح الدين؟ يا لا هل تحترف الشخصية التمثيل الكوميدي؟ لا قلنا لك ممثل أهو بطل أفلامه إيوة مخرج إيوة قرب هل تعمل الشخصية في الإخراج؟ نعم عليك الله جابها الجن الأزرق قليل أدب كنت أبغى تحدث وقعت أن ما بيقدر يجيب كريستفور نولن بس نسيت أنه كريستفور نولن مرة مشهورة يا جماعة أوكي اللي بعده من اللي بعده؟ قلنا إحنا إي سياما هل يا ترى المارد الأزرق أبو فستان أزرق هذا راح يقدر يجيب إي سياما ولا لا هل الشخصية أنثى؟ لا عربية؟ لا لعب كرة قدم؟ لا شخصية ذكر؟ نعم فرقة غنائية كورية؟ لا فسنك ما روحت بعيد يا وحش هل الشخصية حقيقية؟ نعم هل شهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا تعمل الشخصية في مجال مرتبط بالمصارعة؟ لا هل كان الشخصية دوره في أفلام مشهورة؟ لا هل تقاتل الشخصية بالسيف يقاتل بالمرسمة وقاعد يقاتلنا نحن الجمهور؟ لا هل الشخصية تعيش في تركيا؟ لا هل الشخصية متوفاه؟ لا أسمد له عليه هل الشخصية من عالم السياسة؟ لا اسألني يا ثور إذا هو ياباني عشان أعرف أنك قربت تجيبه أنت مرة بعيد تعترف الشخصية تمثيل؟ لا موسيقى؟ والله لا ترقع تبعد تمتلك الشخصية سيارة أم له هذا يا جماعة عنده أسئلة غريبة هل تمتلك الشخصية سيارة؟ متأكد أنه إسيامه عنده سيارة إلا لو أنه كان يستخدم القطار وما يعرف سوقه هذه مشكلة ثانية بحكم أنه عاش في قرية لكن نقول نعم عنده سيارة هل الشخصية مديرة شركة؟ هل يعتبر هجوم العمالقة شركة؟ لا هل هو يشبه الخطبوط؟ أنت حمار أنت يا ابني إنسان ليش يشبه الخطبوط؟ ليه؟ يوتيوبر؟ لا علاقة بالرياضة؟ لا ألعاب الإلكترونية؟ لا الانتخابات؟ لا أصل على الرأس؟ لا تعيش في أمريكا؟ لا تكلم العربية؟ لا يلعن شكلك كيف؟ لا أنا معطيته الإجابات اللي يخليه ما سألني هل هو ياباني؟ وظف لا أنا بديت أشك بهذا الرجل الأزرق هذا ما هو إنسان هذا ما هو ذكاء صناعي هذا مصيبة هذا والله يخرب والله جاء بإسيامة يا جماعة خوش على الوجيه يقولك هل ترتدي الشخصية ملابس نسائية يا قليل الأدب؟ لا هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم مولود في العراق؟ لا والله بس حبايبناها العراق هل الشخصية مشهورة بسبب الإلعاب؟ لا جالس يلمح للجيميرز لا لن يكون جيمير هل الشخصية تعيش في مصر؟ لا هل الشخصية من أصول سوريا؟ لا هل الشخصية من أصول سعودية؟ نعم في قناع عائلية؟ لا هل الشخصية تعيش في الغربة؟ لا هل الشخصية نحيفة؟ نعم الشخصية قدرة على الإغواء؟ عيب والله عيب يا مسلم لا لا ما عندي قدرة على الإغواء أغاني ما قد ألفت أغاني شاء الله قاعد يلمح الخوينة ذاك هل الشخصية علاقة بالغابة السحرية؟ لا سعي الشخصية تقليد أصوات الفتيات هاي كيف حالك أيها الميريد الأزرق؟ صوات بنات؟ لا أوكي لا هل الشخصية مضحكة؟ أنتو كيف؟ مضحك والله عني مضحك يا أخي إيوه قد نقول من الممكن أي هل تعيش الشخصية في مدينة الرياض؟ لا الشخصية متزوجة؟ نعم ها اقتربت هل الشخصية كانت سمينة وأصبحت نحيفة؟ لا كنت نحيف وصرت سمين ترى أني صرت سمين كان وزني 50 كيلو الحين وزني 70 هل كانت الشخصية سمينة وأصبحت نحيفة؟ هل زوجة الشخصية رئيس سابق؟ اتقل له اتقل له هل الشخصية سمكة؟ أهفك بذال مش عابل حين أطلع السمكة من إذنك؟ صدر صغير آه يا ليل وين قاعدت تشطح فينا؟ وين راح حين؟ هاي هاي أزرق شيبة ركز معايا لا هل يستخدم القدم اليسرى في لعبك؟ والله راح بعيد راح بعيد هل الشخصية متزوجة ولديها أولاد؟ نعم هل تقدم الشخصية نشرة أخبار؟ لا هل تجد الشخصية الرقص والغناء معا؟ تعيش الشخصية في مدينة جدة؟ لا هل الشخصية علاقة بأحد أفراد عائلتك؟ ايوه هل الشخصية علاقة مع أحد أفراد؟ هلا يبغى يجيب أبوك والله بيجيب أبوك لا هل تشتهر الشخصية بعبارة يا مصرية يا جميلة؟ لا هل القرابة الشخصية لك من ناحية الأب؟ بدأ يجي بس لأنا من عارف يجاوب أصلا أين يقيم هذا اللاعب؟ ماهو لاعب أين يقيم هذا اللاعب؟ والإجابات نعم لا أنا لا أعلم من الممكن الظاهر لا كيف أجاوب؟ يقيم في نعم يقيم في لا أنا لا أعلم هل تنامي الشخصية في سريرك؟ لح ولا لا قوة الله بالله هل الشخصية من عالم بيكسار؟ لا هل الشخصية أكبر من 50 عام؟ لا هل الشخصية من عائلتك وقاربك؟ لا أنا بعتبر نفسي إنه واحد يسأل عن الوجيه هل اشتخرت الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم هل الشخصية علاقة بالحيوانات؟ لا السيارات؟ لا مدينة جدة قولت لك لا السعودية نعم ألعاب الإلكترونية؟ لا بريم 17قين لا مشرة سوداء؟ لا من أسماء الأنبياء؟ لا شخصية شاعر؟ لا محلط الشرقية؟ لا سيارة تجيشماغ؟ لا عربية مهاجرة؟ لا يا شخص سري له بالله تسري يا قليل الأدب والله لا تطلعني الليلة هل تمتلك الشخصية حيوانا؟ لا موقع اليوتيوب؟ نعم نعم تحترف التمثيل الكوميدي؟ إيوه ممكن تخصص طبي؟ لا بديها بنات؟ إيوه ما عندي إلا بنات هل الشخصية علاقة بعالم السينما؟ نعم تكفى هل تدد الشخصية العبائة والقفطان؟ وش القفطان؟ ما دري تكفى هل الشخصية شيخ معروف؟ لا تضع مظهرات هيوة الله عليك الله يس ما الله جابني بعد كم؟ بعد خمسين سؤال This is me أنا ما عرف من اللي يعني ساعدني في إنه اسمي وصفاتي تصل لهذا الموقع بس شكرا صراحة شكرا ما قصرت لا أعطيك الصحة والعافية يب هذا هو الوجيه نعم لا أعطيك العافية يا الجني لزرق الله ما هو جني ولا هو مارد ما عرفش يصير ذاه صراحة يقلع أما الفيديو الطويل يا شيخ ألم يا جماعة هذه كانت تجربة اللطيفة والبسيطة أو إذا تحبوا نكرر هذه الحاجة في مرات مستقبلا يعني ترى ما عندي مشكلة الموضوع ما بيقض وقت كثير وكل سنة وأنتوا طيبين وإن شاء الله إن شاء الله نلتقي بعد العيد وهذه الشطحة كانت يعني شطحة سريعة ما أدري ترى عادي ممكن يجيكم ليلة العيد الناس بكرة تصلي العيد وأنا جالس سأقدم لكم فيديو ما أدري لأني ما أدثق في نفسي صراحة قلت لكم بقطع ورجعت فممكن أرجع على كل حال إلى هنا كنت وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات وتعالوا تابعوني على سناب جات لمزيد من اليوميات ليا أنا وجود ومن حياتي المملة واللي ما فيها أي شيء غير الأفلام والمسلسلات وجود وطلعات النزلات كم معاكم من وجه أشوفكم في الفيديو القادم